إذن احتجاجات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تدق أسس سد منيع بناه النظام الإيراني لحماية الهرم ورأسه هذا الحصن يقوم على تشكيلات أساسها الحرس التوري والباسيج بدعم من ميليشيات أخرى الباسيج وهي قوة متطوعة شبه عسكرية تشكلت كميليشيات شبابية نهاية سبعينيات القرن الماضي أما الحرس التوري فيعد جيشا مكرسا لحماية الحكومات من الإطرابات الداخلية والهجمات بالإضافة إلى حزب الله الإيراني وهي ميليشيا أكثر تطرفا تدعو إلى حكم ديني كامل وفقا لصحيفة وولستريت جورنال التي أكدت اعتماد النظام الإيراني كذلك على ألاف المؤيدين ممن وصفتهم بالمخلصين لوقف حركة الاحتجاجات والتصدي للمتظاهرين في الشوارع وصفت الصحيفة هؤلاء المؤيدين بالبنية التحتية ضئيلة لكن الصلبة نظرا إلى أن المتشددين ليسوا لديهم مكان يذهبون إليه مرجحة انقسام النظام في حال غيابهم ما يؤكد اعتماد النظام على هذه الفئات وهو تدني شعبية النظام لأدنى مستوياته فبحسب استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها هولندا واحد من كل خمسة إيرانيين فقط يدعمون النظام الحالي لكن حتى هذا الواحد من خمسة لا يكافأ مقابل ولائه لا يكافأ مقابل هذا الولاء فهذا فهم هؤلاء ينحدرون غالبا من خلفيات متواضعة اقتصاديا ومحافظة اجتماعيا يتم إعطاؤهم امتيازات وظائف وكذلك أسلحة الباحثون الإيرانيون أكدوا أن إيران تهيئ شبابا من عائلات محافظة للانضمام إلى الباسيج مع تدريب على المبادئ الدينية والآيديولوجية المعادية للغرب في معسكرات الأطفال وكذلك نوادي الأحياء ترجمة نانسي قنقر